مرحبا بكم مشاهدين وحصاد عام 2022 والذي سنستعرض فيه اليوم ملف استمرار سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابيا على قضاء سنجار في نينوى والتخادم والتنسيق الأسكري بينها وبين ميليشيات الحشد فرغم مرور أكثر من عامين على الاتفاق بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن طرد الميليشيات من سنجار وتطبيع الأوضاع لعودة النازحين إليه إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن الاتفاق لم يطبق حتى الآن والقضاء بات أشبه بمدينة أشباح أفقا لمجلس عشائر سنجار من جانبها أعلنت منظمة ريتش للإغاثة الإنسانية أن قضاء سنجار لم يتعافى من تبعات العمليات العسكرية وأن الحكومة لم تؤمن الخدمات الأساسية للعائدين القلة إليه أما باقي النازحين منه فما زالوا مبعدين والكثير منهم يفكروا بالهجرة خارج العراق بسبب الفوضى الأمنية ومع اتهام واشنطن منظمة بي كي كي المصنف إرهابيا بمواصلة شن هجمات على تركيا انطلاقا من العراق إلا أن أنقرة أكدت تجاهل الحكومات في بغداد دعواتها للتعاون من أجل طرد ميليشيات حزب العمال من شمالي العراق وأوضحت الدفاع التركية أنها لو رأت أعلاما عراقية على الحدود لم اضطرت لشن عمليات عسكرية لملاحقة هذه الميليشيات وفي فضيحة تكشف حجم التخادم قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله إن بغداد ترسل عن طريق موازنة الحشد رواتب إلى عناصر البي كي كي في سنجار وهو ما أكده أيضا القيادي في قوات البشمرقة قاسم ذربو الذي كشف قيام ميليشيات الحشد بتسجيل رواتب مسلحي البي كي كي بايومتريا ضمن مخصصات الحشد ومبلغ قدره مليون دينار عراقي الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد تمدد عناصر ميليشيا بي كي كي في الصحراء بين نينواء والأنبار بمساعدة ميليشيا الحشد كما كشف حزب تركمان إيلي قيام ميليشيا البي كي كي بتجنيد الشباب قصرا في كاركوك بطريقة سرية وبالتعاون مع ميليشيات متنفذة وسائل إعلام نقلت عن قيادي في ميليشيا بي كي كي تأكيده أن العلاقة مع ميليشيا الحشد تمتد لسنوات وبتنسيق مستمر فيما قال زعيم ميليشيا الأبدال المدعومة من الحرس الثوري الإيراني أن حزب العمال الكردستاني من ضمن ما سماه محور المقاومة وبحسب الميثاق الوطني العراقي فإن ما يحدث في سنجار وتحكم ميليشيا حزب العمال يعد دليلا على تنوع احتلال المدن العراقية بسبب تبعية أحزاب السلطة وميليشياتها وولائها لغير العراق أما موقع ميدي الاستآي فقد أشار إلى إبرام إيران اتفاقا مع ميليشيا البي كي كي يتيح لها الانتشار شمالي العراق وأكد أن سليماني وأبو مهد المهندس سمحا لعناصر تلك الميليشيات بالدخول إلى سنجار وأوعزال الحكومة في بغداد لتوفير تسهيلات لها من أجل إنشاء مقر عسكري وسياسي في بغداد أيضا وفي إشارة لعدم جدية إخراج الميليشيا أي ميليشيا بي كي كي من شمالي العراق فإن تحالف الفتح المنظوي ضمن الإطار التنسقي الممثل لميليشيات الحشد قال قال إن الأحزاب المعارضة لتركيا لها علاقات وامتدادات سياسية داخل العراق مشيرا إلى أن طردها يحتاج إلى ما سمها بخطة طويلة الأمد هذا كان استعراض سريع لأبرز ما يخص ملف سيطرة ميليشيا البي كي كي المصنفة إرهابيا على قضاء سنجار وتخادمها مع ميليشيات الحشد شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر